من سلوفينيا حيث أكد وزير الخارجية روسي سيرجي لافروف استعداد موسكو للتفاوض مع جميع قوى المعارضة السورية جاء هذا التصريح تعليقا على ما نقلته صحيفة واشنطن بوست عن استعداد المعارض المدعو سليم إدريس بدأ حوار مع روسيا فورا في مؤتمر صحفي مشترك مع نظره سلوفيني كارل إريافينس في لوبينيا قال لافروف إنه لم يسمع من قبل بالمدعو إدريس ولكنه أبدا فتاح بلاده للحوار مع جميع المعارضين دعيا إياهم للبحث عن سبل وقف العنف ليس في موسكو أو أي تعاصمة أخرى وأنما في إطار حوار مباشر بين المعارضة والحكومة السورية على أساس بيان جينيف أشار لافروف إلى أن الأطراف التي تتحدث عن احتمال توريد الأسلحة إلى المعارضة السورية تنتهك الشرعية الدولية وتراهن على الحل العسكري للسياسي محذرا من تدعيات هذا الخيار الذي من شأنه صب الزيت على النار وقال لافروف إن واشنطن أثناء اتصالاتها الأخيرة مع موسكو حول سوريا أكدت تأييدها للحل السياسي للعسكري للأزمة في سوريا مؤكدا أنه إذا كان البعض يحاول في مجلس الأمن الدولي استغلال الأوضاع المتعلقة بالمهاجرين السوريين للترويج لخلق ممرات إنسانية ومناطق حظر للطيران في سوريا فأن روسيا والصين وعدد من الدول الأخرى ترفضها وترى أنها محاولة لتهيئة أرضية للتدخل الأجنبي